طيب كلمني عن وش في وش لأنه تجربة وش في وش الحقيقة فريدة شوية من نوع شوية يعني الفيلم انتجيا ما هواش يا لهوي يا رابي السماء بتمطر فلوس الحاجات اللي احنا بنتعذب منها دلوقتي حاليا اللحظة دي لكن الموضوع مكتوب حلو قوي مخرج يجن الكاست كله رائع التجربة دي عبال ما اتطبخت كده احكيلي عنها بصي انا عايزه قليك انه كان فيه لس كتير قوي يكونوا معنا مثلا في الفيلم ويعتذروا او حد قرى الفيلم او حاجة يقول لي ايه التجربة التجربة الورق حلو قوي الورق خطير يعني حقيقي انا شايف ان بطل العمل ده حقيقي وليد الحلفاوي ما شو الله هل يأخذ وليد يعني هو وليد هو اللي كاتب؟ هو اللي كاتب ما شاء الله وتقريبا طبعا مش هو المونتير بس الورق المونتاج مكتوب فيه اه اوكي يعني تقطيع الجمل مكتوب فانت عارفة ان القسف ده مش هينفع يكمل عشان هنا فيه شوت لازم يتقل في كلامه ايه اه تجربة جديدة مكان واحد مقفول زي ما انت حضرتك قلت اه اه منتاجيا حاجة بفيرفكت حاجة بفريطة جدا جدا يعني وهي الحمد لله يعني انا الحاجة اللي شاف انها مفيدة من العمل ده ان احنا نقول للناس والسوق فيه حاجات تانية ايوه بلاش مش كل حاجة بمليارات اه والله يا بني الورق لو اتحكم وطلع مزبوط باي حاجة مشكلة اجتماعية عادية جدا اتنين حتطلق وفيش حاجة يعني اه اه بس الموقف نفسه الحمد لله دمه خفيف الكوميديا اللي طلع الكوميديا موقف اه مش مجرد افه وخلاص يعني وده اصعب واسكى واسهل في الدحك اه طبعا مع ان احنا بنستصعب بنوعي منشورة القفية دايما اه وممكن نبوز الدنيا عشان القفية بس هو الفيلم الموقف هو اللي جاي بالموضوع ايه هو اللي بيدحك وحقيقي والحمد لله والكاستة طبعا الناس اختار طيب قل لي ايه من وجهة نظرك سبب نجاح الفيلم غير اللي انت قلته انه مصنوع جيدا ومكتوب ومعد على الصفرة او في المطبخ جيدا جدا فتحط على الصفرة بلا محسنات بقى والالوان ويالكلام ده العوامل بتاعت نجاح ايه فيلم بصراح شركة انتاج محترمة جدا وورا الفيلم وبالدعمه بكل شكل مخرج فاهم ورقه كويس قوي فاهمت كيف تتوى عمل ازاي الحمد لله يا رب المدير التصوير المروان صابر كل الناس يعني مش عارف حقيقة عوامل كلها مكملة بعض يعني الممثلين مفاجأة بالنسبة للناس مفاجأات كتير بالنسبة للناس هم ما بيدحكوا اوجودات زي دنيا ما شاء الله عليها ومحمود الليسي طبعا دنيا سامي برق موهبة خطيرة ما شاء الله عليها عظيمة يعني الله اكبر عليها الناس متفاجأة بأدوار الناس يعني جديد أنا حاس ناحية جديدة أنا شايف النسب نجاحه طبعا بعض ربنا سبحانه وتعالى طبعا فضل لله بس تجربة جديدة اه والناس محتاجة تجربة جديدة والله ايو ايو الناس مش زي ما احنا بنوض نقول الناس عايزة ايه ونعملهولها لا الناس عايزة نعملهولها ونعمل حالة تانية ايو ايو على فكرة الظاهرة دي بتدت تتكرر في الفترة الاخرانية الناس مش في الفترة كمان بس يعني ايه مع فوارق معينة انه الشباب ابتدى يقرأ ويروح لمعرض الكتاب انه السينما ابتدت تنزل فيها افلام مش متوقع لها اوي او مش هي مسيرة الموضة او النورم بتاع البتاع اه فتقوم نجحة الحمد لله ويمكن السبب فداء المنصات لان المنصات خلت الشباب الجديد اللي هو مع دعوز على طولة السوشيال ميديا والبتاع ابتدى يشوف فنون مختلفة وابتدى يشوف اه مدارس سينما مختلفة بقى من اوروبا بقى من امريكا بالزبط بالزبط بتفاجئوا بالسينما الكوري والسينما بالزبط السينما الاوروبية والحاجات دي بتوني يشوفوا الوان تانية ويحبوها ويعني يا رب احنا نعمل زي او اه احنا لا وخالد الحلفاوي اولاد قبطان نبيل الحلفاوي الاثنين بهذا التميز والدقة انا معرفش وليد يعني اتمنى عرفك يا وليد عشان تعملي فيلم ربنا ايه الليك ايه الليك بقى طيسون كده لكن يعني شغلي مع مثلا خالد الحلفاوي انا بقولش بألقاب انا دايما بقول الاسم لقب نفسه يعني ما بحبش اقعد اقول والاستاذ الفنان هو فلان فالاثنين الحقيقة انا سعيدة بتجربتي مع خالد جدا واتوقع ان وليدي بقى بنفس البان يعني انه بنفس اه طبعا الدماغ الشبل من ذاك الاسد فعلا اه سواء خالد او وليدي اهuvو وليدي بقى بنفس الباند جغل